بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء لما يكون عندنا فقرة بتتكلم عن الجليس ونكون خلاص عندخل على رمضان أكيد لازم الجليس يكون إيه؟ لازم الجليس ده يكون القرآن لأن القرآن في الحقيقة جليس فريد جليس أصلاً موصف بأنه كريم ورمضان إذا كان رمضان كريم محتاج جليس يكون كريم كريم ليه؟ لأنه ماذا؟ لا يخلق على كسرة الرد لا تنتهي عجائبه ولذلك هذا الجليس وصفوا أهل القرآن والقراءات بأنه خير جليس زي ما بيقول مثلاً إمام الشاطبي صاحب متن الشاطبية في علم القراءات وخير جليس اللي يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملة يعني إيه اللي حاصل؟ يعني كل ما تكرر يزداد جمال زي ما بيقولوا كده فكلا ما كنا بنتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لمسلم فضلهم قلت البخاري أعلى قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى التكرار في القرآن يخرج لك شهد الوصال ويعرفك كيف نثر الله الجمال في خير دال في القرآن الكريم الذي يهديك إلى الله سبحانه وتعالى على كل حال قرآن ده عجيب قرآن ده الله سبحانه وتعالى استفى به أحب خلقه إليه بيبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ادخر له القرآن وخبأه له حتى جاء صلى الله عليه وسلم ففتح عليه كنوز الأولين والآخرين إزاي؟ بقرآن يدل على كلام رب العالمين يا سلام وإحنا نلاحظ أن القرآن الكريم والسنة بيأكدوا الترابط ما بين القرآن والصيام عشان يبقى ده أفضل جليس ممكن نجلس معه في رمضان خصوصا أنه إحنا بنستقبل هذا الشهر المبارك المنور اللي هو في الحقيقة هو أحد أهم أوصاف شهر رمضان إنه هو شهر القرآن ده اللي ربنا بيقول فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يبقى إلا حاصل لازم إحنا لما ندخل على رمضان لازم نكون عندنا حال مع القرآن الكريم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هتجدوا جمع ما بين القرآن والصيام في حديث عجيب إيه الحاصل إيه منيتك الكيس من دان نفسه وعمل إلى ما بعد الموت لقاء الله إيه أكتر حاجة أنت تتمناها لما تلقى الله الشفيع فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب الصيام والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني شوف الارتباط ويمكن ده اللي يكشف لنا إيه اللي خلى هذه الحالة العجيبة ما بين مذكرة سيدنا جبريل لرسول الله القرآن في رمضان فكان سيدنا جبريل عليه السلام يعرض على أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان مرة كل عام حتى كان العام الذي انتقل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه للرفيق الأعلى عرض عليه القرآن مرتين فعرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب إلى حبيبي يعني إذن حضرة النبي علمنا من خلال كل الدوال على أن أفضل جليس ممكن نجلسه في رمضان هو القرآن يعني لابد أن احنا نجالس القرآن ونعرضه على قلوبنا يعني إيه نعرض القرآن على قلوبنا في كثير من الناس بيعرضوا القرآن على ألسنتهم وعلى عقلهم بس الأهم أن احنا نعرض القرآن على القلوب لأن القرآن نزل على قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن موضوع لينزل على القلوب فيخسلها وينورها ويوسعها فترى رب العالمين فكأن القرآن يتنزل في هذه اللحظة فيرون كل أنوار الله سبحانه وتعالى ويبقى القرآن ساعتها ألم نشرح لك صدرك فالقرآن يشرح الصدور